كثفت قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحاماتها الليلة في الضفة الغربية فقد أفادت مصادر محلية للجزيرة أن تلك القوات اقتحمت مدينة قلقيليا وبلاط البلد في شرق نابلس وبلدة بير نبالة في شمال القدس كما اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي لليوم الثالث على التوالي بلدة برقة في شمال غرب نابلس في الضفة الغربية كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أوسرين في جنوب نابلس اعتدى مستوطنون متطرفون على مزارعين فلسطينيين أثناء قطفهم ثمار الزيتون في انحاء متفرقة من الضفة الغربية واعتردت مجموعة من المستوطنين مزارعين فلسطينيين من بلدة كفر قدوم بقلقية هجمت مجموعة أخرى الفلسطينيين في قرية جالود جنوب نابلس وأطلقت الرصاص عليهم